أنا آسف حق أي شخص عنده مطعم لأن اليوم الشيف حمان بيطبخ وجبات المطاعم بيفضح أسرارها كلها هن هي في البيت فاليوم بيطبخ وجبتين من المطاعم نفسهم ويمكن أحلم منهم بعد راكم أخوكم عد رحمن واليوم احنا على سريع وبكل سهولة بنطبخ وجبة معروفة من مطعم معروف غالبا تفتف صورة المكتبه ونسوي قهوة معروفة من مقهى معروف خلي بتنب القهوة اوكي مز مز شوي تدي ما لدي أقول اسم المكان أو شي يعني معروف ستارباكس خذت مشروب جدا جدا معروف مع أن أنا ما أحبه للأكل شكر اللي هو الايست وايت موكا يمكن من أكثر المشروبات اللي النارش أشوفها تطلبها من ستارباكس هاي المشروب العجيب اللي يطلبونه النار أنا قلت ليش ما أسويه في البيت شنو شنو العجيب الغريب في الموضوع فوقعت أبحث هاشوف همم هاي المشروب البارد هو عبار عن قهوة حليب فلج وشوكولاتة بيضة بس ليش صاحب تسوي عن هاللون فأول شي سويته خذيت كوب ثاني ناس ما تشفون وحطيت فيه السيرب ما الوايت شوكولت اللي هو شوكولاتة بيضة ضايبة هاللون أو نكهة الشوكولاتة الضايبة هذي وخليت نفس الكمية اللي هما يخلونها فور طاب أربع ضغطات المفروض نفس الكمية في بعض بعدها بحت وشفت إنه نحتاج نخلي شوتين من الكوفي أوكي هاي شوت واحد أوكي ناخذ القهوة يلا خلص 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 عطني الصوت اللي خلصت أوكي خلص يلا ناخذ القهوة عندنا هني شوتين من القهوة ناس ما تشفون ونصبها المفروض توصلها الكمية حين لازم نسوي أول شي أه لحظة لا 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 بما أن القهوة حارة توقع نقدر نخلطها مويا بعض تذي تذي ندوب الكريمة أو السيرب الموجود المهم ما توقع حين خلص لب ما فيها الكفاية ومتنزق شو نقول الكلمة متنزق امتزجو مع بعض امتزجو امتزجو مع بعض اشان لو ما عارف اتكلم بعدها ناخذ حليب بارد 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 وأتوقع أتوقع شوفو هاي الخطوط الموجودين على الكوب هاي ما توقع بش دي شكل أتوقع تخلي حليب إلى فوق هاي الكمية بشوي هاي المفروض بعد 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 المفروض تذي وبعدها باخلط بعد 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 مع الحليب البارد يبقى عندنا آخر شي الثلج ايه نعم اشحن أبوثا سناخذ من الثلج تذي خلصت كل الثلج اللي عندي فاتوقع بلا زي الحليب خليتي مثل حليب عقالة وشي اوكي سكنوه لو انت تذيج على صوت اوكي فحين عندنا المشروبين وللأسف عطوني احجام مختلفة بس اهمة تقريبا نفس اللون انا قاعد اشوفها نفس اللون بالضبط ايه ما عطيتش اعطتني كوب اصغر ينرفز الشي لا لحظة لحظة حرفيا نفس الشي بس الثلج مال هم شكله تكسر زياده والثلج مال شكله ما عط غير يعني فيمكن هاي الشي الوحيد ما عرف عن الطعام احن باجرب الطعام بس لازم يبلي يعود اوكي يا جماع انا لاح نوعا ما متنرفز لان اعطتني كوب اصغر نوعا ما فييمكن هاي الشي اثر على الطعام انا حطيت كهوة وحليب على كمية ذيب هاي يمكن يأثر بس خلنا نجرب اول شي باجرب مال همه اعرص طعمه باجرب عشان اعرص طبه اعرف ليش ما اطلبك كل مرة شكير 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 يلا نخلط نفس الطعام حرفيا نفس الطعام بس هاي شوي 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 يمكن طعم القهوة والشكر اكتر بس لان اقول لكم الكمية اصغر المهم اعرل يمكن الشي اللي سويتها جدا سهل بس مو بس انا لباحكم ويب اثنين يطلبون هاي المشروب عادة خليهم اهم يجربون ويحكمون اوكي واحد صجي واحد انا نشاوية حياكم هادي صجي هو يقول ان هاي صجي وحمود يقول ان هاي صجي خلينا نشوف من يعرف الطعام الصجي هاي صجي شميه يقول ازي مدلعو لحين تجرب اذا صجي انتم ساوية كل يوم تسوينا ترى ترى اقول لك سويت هاي صجي هاي صجي اذا اضعوا لي نفس كمية السيرة ما لديه حطت لي يوب كوب اصغر من جدي صار الطعام اهكوة بس صراحة صغير لكن بس ويد احلى يعني ويد حالي صغير اهد ما انتحط طبعا حلو حلو حط سبع الشكر في التشاي لا احنا اعتبارك انا عارف الاصلي ام اصلي اي مو الاحلى اي شيء حموان يسوي احلى لا انت عرّكت وروحت عالثانج عالثانج يقول لا لو مغطيهم في كوب ماء بيت تماما بتعرف حموان اوكي فهناس ما تشوفون لا استنتجنا انه لكم في مالي احلى من الساربوتس شكران 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 طبعا يعني اي شيء حموان يسويه احلى في الراحق الشيء اللي بعده من مطعم انا بالنسبة لي مرّ ليش هلقاد الناس يحبونه انا عن نفسي ما احبه احب شيء واحد فيه شيء واحد بصير اي نعم مطعم مكدوللد وعن نفسي احب المك نوغت مشاركه الفئرة يعني هاي شيء الوحيد للاكل عندهم وما عندهم مشكلة للاكل عشرين ثلاثين أربعين حبة ما بكتنا إذا كنت جايد طبعا الريحة بس بروحها جي نار للغاية من كثير ما احب هاي الشكران فلازم اتعلم طريقة انا اسويهم في البيت واعرف شين داخلهم على الاقل وفي نفس الوقت اتنسويهم طريقة صحية شوي اكثر فانا في انها يعكل شيء دهوب فعشان تقوم على القطع الرهيبة والعجيبة عندنا خطوات كثيرة هي ايه رائع أشياء كثيرة لازم اعيبها توقع الحين خلصنا يا ربا نسيت شي كل هالاشياء حق قطة چيكن نيجات صغار فعشان نسوي تشيكن ماك نيجات الأول شي بنحتاجه رصدور مفروم ناخدهم اووو لحن مثلجين المهم لازم يكونوا ممثلجين امية با امية نفس ما انا نحطهم خاليا بحاول اسويهم لكن بحاول اسويهم صلاحيين فتتبول يبتدي فيها مثلا مبدلا ما اختي ملح عاري بختي ملح وردي من جبال الهملايا ما عفت فلسف والا هو نفسه الملح العادي ذي يعني فنحتاج قفشتين بشاي من الملح توقع هذه واحدة ملحقة ملحق من الشكر انا خذيت هذه لانه اتوقع الواحدة عن ملحقة الملحقة تقريبا تقريبا الواحدة بالضبط من 대해 على من الشكر واخر شيء ملعقة من هاي الشيء الغريب اللي أمي قالت لي استعمله اسمه أجينو موتو المفروض انه هو نفس الملح والشكر وينفأ حق الدجاج خصوصا وبعدها تأخذ يدينك تنظفهم وطوح في الدياي هلون تتأكر انك تخلط كل شيء مع بعض بارر والا كان نقع اخلط ثلج المفروض اخليه دوب اكثر المهم نخلطها نخلطها خلاص طعم صار فيه حين شنو نسوي نخليه لمدة عشر دقائق روحة تذيه عشان يتشرب الطعم بسخن الدهن فاللي بنسويه بنبتدي بنشغل ما عرف سراح الحرارة تم بس هتوقع لازم تكون عالية وتخلي الدهن وايد 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 دهن اوكي خلاص الدهن وتوقع حين كفاية تعالها بحث واكتشفت ان الماك ناكت فيه ثلاث طبقات حوالينها من بره حين احنا بنسوي ثلاث طبقات كاملين نبتدي بأول طباقة ده عوازت المكان كله حلو ازيان فهل بنحتاجها ربع كوب من نشا الذرة هذي ما ره هيت الثلث الحين ولا الربع اتوقع ربع اتوقع ربع اتوقع ربع نحلي تذيه بعدها بنحتاج كوب كابل من الماء الناس ما تشفون وتصبها بدون ما تلاعوز كل مكان تذيه نايس نقوم نخلط 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 كان حليب بس يبي لخلط عدل 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 شوفوا عندي طريقتين عشان انظف الطاولة الطريقة الاولى امسح وانظف وغيرها اما الطريقة الثانية اتوقع لك لكم تبقوا تسوي لها اوكي ما تنفع الطريقة الثانية فبعدين بنسوي الطريقة الاولى حمال لتفنسر هذي هي الطبقة الاولى نروح لطبق الثاني وبنحتاج ثلاث اكواب من الطحين جميع الاستعمالات كوب كوبين وهي ثلاث اكواب بعدها بنرجع مرة ثانية حق الملح ملعقة كاملة شديه ملعقة الطعام عاد مو شاسمه وبعدها بعد قفش من الامس جي وبعدها بنحتاج ملعقة من فلفل اسود مطحون وبعدها بكل سهولة نخلطهم ويبعض اخلط 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 جماعة هاي اسود يوما وفكر بس فيه بانطلون لونه اسود كل البحين ومر شنو عليه نحطها كاملة داخل شديه ونروح لطبقة الثانثة والاخيرة قبل لا نبتدي نقل ادي هاي اخيرا نخلي نصف كوب من هاي البحين اللي الاعوز البحين الذراء او نش الذراء ثلاثة اربع كوب مرة ثانية من هاي البحين بيكينج بودر ملعقة والربع وبنحتاج بيكينج شودا بعد ملعقة وربع بعد نفس الشي نحتاج ماء بارد ثلج تلاحظون حطيت قطع ثلج وليهم موجودين فاهم بسوي هاتط طريقة عشان ما يطيحون داخل كوب كامل من هاي الماء البارد واخر مكون اخيرا من الطبقات الثلاث بيطتين اه صح نسيت ارويكم بياد واحدة بأ اوكي هاي اكثر شي السالس عليه سوي النث هاتط طبقات حين لازم نيب الدياي عشان نبتدي اخيرا نسوي الشيكينجج ازين فلسويته نبحث بعد عن قطع الشيكينجج بطلع ان هما يطلعون باربع اشكال اي نعم شكل الدائرة شكل كأن بوت عزك مالله يعني وشكلين ما عمش ناصفهم بحاول اصوي نوعين من هم اللي انا احبهم الصراحة شكل البوت والدائرة كله عليك تسويه تاخد قطع الدياي ولازم تغسل يدك طبعا لان حين الخطوات تسوي تشذي 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 وبعدين ترعاصها شوي تشذي توقعها صارت كبيرة نوعا ما فبقلل منها شوي فحل اللي بنحتاج نسويه ناخذهم ونخليهم في التغميسة الاولى بعدها مباشرة الطبقة الثانية وتحاول تغطيها من كل مكان كل الجوانب شذي وتتأكر ان خذت الطحين من كل جهة بعدين تغمسها في الطبقة الثالثة شذي من كل مكان وبعدين تاخذها وبسرعة في زيت الحار طبقة اللي بعدها بصراحة ما عشتويت بس بروح اخسل يدي بسرعة عشان ارجع اقلبهم بسرعة 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 حين بسرعة 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 نتأكد ان هم تمام وما نخليهم يحترقون فترة طويلة فهذه الجهزة هذي صارت ضخمة يا جماعة شسالفة صاروا كبار دبين هاي اوكي هاي اللي حني ابيلها شوي بعد خلاص المفروض نطلعهم شوفوا شا حجمهم ضخمين ضخمين ما اتوقعتهم بهالحجم يا جماعة ضروري الدفعات اللي بعدهم اسويهم اصغر واو 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 بعد صاروا دبين بزيادة يا جماعة خامض 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 يعني ما عرش اللي يخليهم يصيرون نمتان بها الطريقة اكيد واحد من المكونات بس ما عرش نهو توقع خلاص انا جهزة وما جهزة وانا تمللت يا جماعة فحين بنطلعهم ناس ما تشوفون هذي حجمهم يعني نوعا ما اصغر بشوي من القبليين اخيرا نخلص احين لازم انظف المكان بكبرة بعدين نرجع لكم عشان نجربهم ونشوف رايز شباب هل بيعرفون الفرق ولا لا واضح اتوقع هاي ما هكو هاي اللي انا ثويتهم حجم وايد اكبر انا متحمس اجربهم نبتدي اول شي بشيكن ناكت سماك كتشب شكن ناكت سماك المعتاد ماشي غير حلو طعبة رهيب حين نجرب الارهب طبعا شوي كتشب بعد شوي ممطبوخ هاي طبقتها اكثر فاكيد طعامهم احلى اوكي ناك هذا طعام巫 مم جاد والله حلو وعنة نفس الشي تقريبا ستقولي أصلي القلم شاوية أحلى أغيش منكم أصلي القلم شاوية أحلى لا لا خلص النقاش النكهة غير تسبيه لهذه غير ومختلفة وطبعا نكهة مرتة بكثر بس يبقى النكهة التي أنا سويتها أحلى كطعم والله أحلى أحس أحلى الدياي في طعم سافرش أكثر يعني تشوفوا كمية الدياي الموجودة هاي دياي حرفيا دياي تحس انه دياي سدر هذه ما تعرف شونه هو بالضبط هاي أعرف مكوناتها دعني أبو الشباب أحليهم هم يتربون لحظة أتحدىكم تعرفون أي واحد أنا سويته حدى واضح لا لا شوف 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 وي حما نسوها اذا اوكي اوكي هذي الأصل يشبه المكتوكن لا اي يشبه هوي لا يحوه نسوه هذي الأهني يكون الأصلي ها كيفش نفس الشي ها احساوي شرائيه شانبو عظله ليش يجي طالع الهوى اللي بي كلاك أنت سويت كباب ولا ناكي ماذا ليش صالوا كبار لانا حطيت ويت الطحين انا عرف انك مو بضبط نفس الشي بس اي احساوي شنة تقنبليه اذا احد صارت تسمم آلي مالي خاص يا جباعة وقل لك احلى شكل ناكت كاتب حياتي براحة ايه اوف 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 خلاص انا 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 قاعد امضح واكي الزياب يعني هذي تقليم لها داعش من عشرة الشكل ياخد اثنين بس الطعم ممدود الشكل مو سيء الطعم بحدي شكل بس بس باقل لك لو رحت ماء وخيروك بين دوك الصايز التي عادة اي وحد تختار دوك الصايز دوك الصايز النائم يقولوا انها لانا زويتها انها يعني كلهم قالوا ان انا اللا زويتها اهلى ما كده تحتاجون لعنصفة خلاص فضحناها المهم يا جماعة هكات وصفتين خلاص فضحناها ما لجعيت تروح تطلبها بعد اليوم لان انا ضبط تشويت لك اياها فاذا تابعون وصفات اكثر او حقات اكثر زي ما لايك وراء قوانا لا تطلعون ودع تبوش في الحلقات متواع أكثر تقدرون تضغطون هنا ودع تبوش في الحلقة الفاتر بعد تقدرون تضغطون هنا ونشوفكم في حلقتها عني